شو كانت المشكلة بالنسبة للفرسيين محب للخطاوة العشرين يقبل هاي الجريمة يقبل الناس فالرب يسوع قال يعني لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لكن الابن الأكبر هو راجع من الحقل كان زعلان كان مكتوب في غضبة ولم يريد أن يدخل أبوه طلع له أبوه الكبير طلع لبرة يطلب إليه قال له أنا أخدمك سنين هذا عددها وقد لم أتجاوز وصيتك هون البر الذاتي هون البر الذاتي وجديا لم تعطني قتل أفرح مع الأصدقاء مين اللي مانعك حبيبي كل أملاك أبوك ما هي إلك التلتين ما كله صار إلك ولكن لما جاء ابنك هذا لغة الاحتقار لغة الإزدراء زي في لوقة 18 مثل الفريسي والعشار قال الفريسي ولا مثل هذا ولا مثل هذا العشار قال يسوع إن هذا خرج مبررا دون ذاك ابنك هذا بعدين افترى عليه احتقروا قال له عم بيصرف على الزواني طب أنت ليه بتفتري على أخوك من بعد ما وصل خلاص الحضيد يعني بقوله ذبحت له العجل المسمن قال له أبوه يا ابني أنت معي في كل حين وكل ما ليه فهو لك هو أصلا التلتين نصيب اتنين هو لمن أصلا كله لإلك كل ما ليه فهو لك ولكن شو بقوله هون العتاب ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش ضلا فوجد موسيقى